إذن هناك أحاديث عن هذه المنشأة الإيرانية في وادي جهنم هكذا هو الاسم بكل الأحوال وادي جهنم هذا الوادي قريب من بنياس من أبرز مواقع النظام السوري العسكرية وأهم منشآت تصنيع المواد الكيميائية لكن رغم ارتباطه بالنظام ظاهريا فإنه في الواقع يعد منشآة إيرانية لتصنيع وتجميع مختلف أنواع الصواريخ بعيدة في المدى وبيّنت صور التقطتها الشركة إيميج سات انترناشنال الانتهاء من بناء هياكل التخزين الإضافية بين نهاية عام 2020 ومارس 2021 في الطرف الجنوبي للمجمع كما أن التحليل الإضافي الذي أجري طبعا في مارس الحالي يوضح أن المنشأة ناشطة لكنها لا تعمل على نحو كامل رغم اكتمال مرحلة البناء الأساسية والحاسمة يذكر أن صورا من الأقمار الاصطناعية للمنشآة أكدت تمييزها أو تمييزها بالأحرى بخصائص بصرية كمنشآتين بارشين وخجير الإيرانيتين المرتبطتين ببرنامج الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر